تحية طيبة للجميع مشاهدين الأفضل وإهلا بكم إلى هذا العدد الجديد المتجد من برنامجكم على الهواء مباشرة من قناة الحياة الجزائرية لنعالج مختلف القضايا السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن الجزائري ونحاول إزاحة الغموض عن بعض المسائل التي تهم المواطن في وقت حددت فيه السلطة تاريخ الانتخابات المقبلة يوم الثاني عشر من شهر جوان المقبل ما زالت ثلة من الحراك وقليل من الأحزاب السياسية يعاولون على مقاطعة الانتخابات ورفضها بحجة عدم توفر شروطها أو أنها ليست أولوية بحسبهم نتكلم هنا وطبعا بعد الجمعة المئة والتسعة من الحراك الشعبي المبارك التي رفعت فيها شعارات منوئة للانتخابات فهل وفرت السلطة كامل الظروف السياسية لإنجاح ما يطلق عليه في العدى العرس الانتخابي وهل فعلا هناك عدمية مطلقة من الحراك الشعبية أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عليها من خلال استضافتنا لأستاذ حليمي حمريلي مسعود لجانا من ولاية بشار محلل سياسي مساء الخير مساء الخير أستاذ هذه أول مرة بقناة الحياة الجزائرية وأنا دايما نستقسي ضيوفي ليجوني هنا إن شاء الله ما تكونش آخر مرة إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين يلا نبدأ أستاذ من آخر نقطة ترقت لها من خلال هذه المقدمة البسيطة الانتخابات ستكون يوم الثاني عشر من شهر جوان 2021 الحراك الشعبي متواصل فيظل هاتين الكفتين اللي راهم نشوف فيهم يعني في المشهد السياسي كيف تعلق على المشهد؟ هو مشهد بسم الله الرحمن الرحيم شكراً للاستلافة القانون شكراً لهذه الحصة المتبيزة هي في الحقيقة هي لا بديل على الانتخابات في كل دول العالم الديمقراطية مكاش مدام فيه استقرار مؤسساتي مؤسسات مستقرة فيه انتخابات تكون في انتخابات كبديل ديمقراطي لأننا نعيش استقرار مؤسساتي شيء ثاني الحراك الحراك هو ظاهرة وهو موجود وهي ظاهرة نفتخر بها في الجزائر لأنها حراك رغم نقوله أنها الحراك الأصيل لرفقها الجيش الوطني الشعبي في بدايته ربما عرف كذلك بعد الإخفاقات فيما يخص الشعارات التي ترفعت ضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والرافضة لكل مصر التغيير الآن رأيي الشخصي أن التغيير يأتي من الانتخابات التغيير الحقيقي يأتي داخل الأحزاب إذا نريد حراك نريد داخل الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية اليوم عقيمة خلينا نقولها بشهادة الملاحظين شفناها في النظام السابق أحزاب لم تجدي نفعا أحزابا كانت بمثابة أحزاب مولاد كانت أحزاب بمثابة كما قلتنا بالنسبة لنظام الحاكم نظام متفليق في المقابل كانت هناك بعض الأحزاب التي تدعي المعارضة اليوم هل يمكن أن نروح إلى جزائر جديدة بنفس الأحزاب وبنفس الوجوه السياسية؟ لا شوف الأحزاب السياسية كلها لمدة 30 سنة وهي أحزاب سياسية تحولت إلى لجان مساندة كل برنامج بما فيها أحزاب مولاد حركة مجتمع السن كلها كانت لجان مساندة لا 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 لأ أحزاب المولاد التي تقصدها سياسية حمليلي لا 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 لأ حجاج أسمي الحزب المختطف حجاج باتحي الوطني الأصيلة والمولد بذروح وهو الأرندي وحركة مجتمع السن لأنها كورت اعتلاف كمتحالف سياسي لتنفيذ برنامج رئيسة الإمورية نعم منذ امتخاب سيد عبد العزيز بوتفليقة نعم أتنكرون اليوم سي حملي لأن بوتفليقة لم يقدم شيئا لسيدة جزائر شوف أنا لست هنا لشوف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نعم هل أخانه محيطه أو ساء التقدير أو الآن تغطي عليه وصلنا الهدف نعم ولكن في بدايته في العهدتين الأولتين يعني تنكروا لا ينكر جاك أنه قدم الكثير نعم نعم نحن هنا نقول لمن أحسنت أحسنت ولمن أسأت أسأت المسالحة الوطنية كان في حوار بين جماعة المسلحة الجيش الإسلامي للإنقاذ مع سلطات العسكرية لأنها في بنعة المطاف جرى إسعاد العزيز بوتفليقة ودر المسالحة الوطنية هذه لا ننكر لأن الجزائر كانت مخنوقة وتخنف المسالحة الوطنية قدم له ما له وعليه ما عليه فيما يخص الأحزاب السياسية نعود أكد لا يمكن للأحزاب السياسية التي زكت منظومة الفساد السياسي والمالي لمدة 15 أو 13 سنة أن تكون جزء من الحل ولكن هذه الأحزاب السياسية كما تقولون ضيفي الكريم كيف للنظام السافق أن يستقطبها؟ استقطبها بالنظام الكوطاز لأنه كان في حزن شوف كان انغلاق سياسي إذا لم يكن هناك حزب سياسي هنا في جزائر لم يكن لجان المساندة لكن لا تصفهم أنا أسف لمرحلة معينة أسميها لجان المساندة لأنها أنا أعرف للحزب السياسي الهدف الأساسي انتعه وهو الوصول إلى السلطة هذا هو الحزب السياسي عندها برنامج يخرج من القاعدة برنامج سياسي واقتصاد المجتمعي اللي يعطيه المجتمع بشير حق للسلطة الأحزب السياسية هذه تلاقات من أجل برنامج رئيس الجمهورية يتلفى في الميدان هذه هي الأحزب السياسية هذا هو الواقع اللي عشناه حتى جاء حزب سياسي وهو حزب الشعب الجزائري أنا نسميه حراك وطني أصيل الذي أبهر العالم وأرهب منظومة الحكم وأسقط عهدى خامسة أسكت الأحزب السياسية هذه زكت عهدى الخامسة زكت عهدى الخامسة ولكن هذه الأحزب السياسية يدعون من أجل استقرار مؤسسة الدولة من أجل أنه من رحوش العنف نحن أبناء الدولة الوطنية نريد استمرار الدولة الوطنية نريد نظام سياسي ديمقراطي حر وأسيل لهو يكون مستقر ويقود للبلاد لحوال الفتاح الدمقراطية والحريات نحو التنمية المستدامة والله إذا كنت ترى محاكمة لوقات في محكمة سنة محمد أكثر من 250 مليون دولار راح تهباء في في المشاريع الوهمية كيف هي الأحزب السياسية التي أقطابها أو فولولها في السجن تكون في الواجهة الأحزب السياسية أجل ما تفهمه والحاجة الثانية الأخطر نعطيك السيد الكريم نكون معك بكل صراحة الاستفتاء عن دستور نعم شكون قادة شكون كاف الواجهة كانت واجهة الأحزب السياسية التقندي وهي ديراندي والحزب المختطف وش حاجة بنا فانترا وابورزو أنا بهذه المناسبة النوة وبعمل السلطة الوطن المستقلة لأنها في أول مرة في الجزائي يعطيك النتيجة الحقية فانترا وابورزو كان عزف سياسي استمرارية هذه العزف لا بد من أن أطروا الساحة السياسية بوجه جديدة نخلوا الشباب نعم لا ترى اليوم سي حمليلي أن عزف الشباب وعزف المواطن الجزائري بصفة عامة عن الانتخابات وتوجه إلى صندوق الاقتراع السبب الرئيسي في عزفه هو أن الطبقة السياسية أو الأحزب السياسية التي كانت تشيط وكانت تتزلف للنظام السابق وكانت بمثاوية لجان مساندة هو اللي كان ربما الفجوة بين المواطن والسياسة نعم مدة 15 سنة شوف مرينا بمرحلة خطيرة جدا وهي عشر سنوات نعم تعدم عشر سنوات من الضياع عشر سنوات من الضياع من العنف من الخراب بعد دخلنا في مرحلة نقول العهد الأولى معلش بعد دخلنا في 15 سنة أو 13 سنة في مرحلة تعفاسات سياسي ومالي نعم الشعب الجزائري كان معزول على العمل السياسي هذا النظام النظام السابق نعم أنتج منظومة تعفاسات سياسية اللي تشوفوا في المجال السياسي لا يقوم بش يكون مثل الشعب نرى البرلمان برلمان الحاشي برلمان التجار برلمان مزور برلمان الحففات برلمان الشكارة ولكن لماذا النظام السابق اختار هؤلاء من أجل استمراريتي ومن أجل توطيل الفساد نعم إذن هؤلاء ليسوا وطنيون اليوم كل من كان في النظام السابق نقولوا بأنه كان خائن كانوا شرفاء أنا لست هنا أنا أعطيك واقع اللي عشناه لهذا الفساد السياسي والمالي كان موزود في الجزائر لا يسقط بالتقدم لا يسقط بالتقدم في المرحلة هذه لأننا وكان المشكل نظام الحكم والطبقة السياسية تعرف باللي كان واحدة معادلة رايحة من درجة نتمنى أن تلقي لأن الوعي التعالي الشعب المضطرد نتمنى باش مصر التغيير يسبقها ما صار التغيير يسبق الوعي لأن الوعي رهم الوعي تعالي شعب شوف حراك لبدة 8-9 ساعة حراك سياسي أصيل لما فيه عنف ما فيه كانت وحتى الجيش كانوا يدور طبعا في الحراك السياسي ومرافقته طبعا لعدم سقوط أي قطرة من الدم لهذا الشعارات لأنه كانوا كثير من الناس يحاولوا أنه إسالة الدماء والعنف والسرقة أنا كنت في الحراك الأصيل منذ الجمعة الثانية الحراك الأصيل كان حراك وطني أصيل الذي كان يرفع الشعارات منذ الهوية الوطنية الرايات الوطنية وكان يقول الشعب الجيش خواه خواه ولكن الفرنسا مع الخوانا وكان الجيش الوطني الشعبي رافق وكان جينا دولة عسكرية كما يدعي البعض دولة عسكرية الشعب هذه لا تدببات قال ما كان حراك الحراك لا يرافق أهل الجيش وإيدات كين دول وعلى أسهار فرنسا ونظام المخزن يتمنوا أن يكون فيها نزلاق لأن المواقف السياسية تعالجزائر سواء الإقليمية أو العالمية مواقف ثابتة وأيضا مع القضايا العادلة طبعا القضايا العادلة في العالم لا تبدلنش لأن هذه عقيدة عقيدة الشعب وهي عقيدة نعم مدام أنك تكلمت على الجيش في الحراك نشوفه يرفع الشعارات منوئة الانتخابات وشعار آخر وهو دولة مدنية مش عسكرية ماذا يقصدون بهذا المصطلح سيحمليني شوف هذه دولة مدنية ما وهوش عسكرية شعارات منتع أقلية استئصالية في بداية التسعينات في بداية التسعينات مستورة هذا المصطلح الحيغة أسمح لي أحزاب معينة وهي أقلية لرفضة الانتخابات والمصار الديموقراطي تعالجزائر كانت تقول مدنية مش عسكرية وبوفور أساسا نعم لماذا؟ واستعملت الجيش لضرب الشعب ودخلنا في دوامة اليوم هذه الأقلية الاستئصالية رأيت اللي اختارقت الحراك الوطني الأصيل حاولت لما فقدت اليوم الجيش حاولت تختارق الشعب لنضرب الشعب بالجيش لفصل الشعب عن الجيش وتحاول إعادة نفس السيناريو نعم نعم وفصل الشعب عن الجيش ما معناه هذا ثنائي الجوهارية وكانت لربما عمر همت عمر لم تتفصل لأن الجيش الوطني الشعبي هو سلي جيش جيش الوطني وش قول وأفراد الجيش الوطني الشعبي خارجين نعم وأيضا اليوم حبينا باش نوضح الصورة أكثر أستاذ حمليلي يقولون دولة مدنية مش عسكرية هل لدينا مظاهر الحكم العسكري في سيدة جزائر ما عناش مظاهر الحكم العسكري لا يوجد مظاهر حكم العسكري لأن حتى الحراك ما عناش دبابة في وسط العاصمة من دبيت الحراك الشرطة تحرص الشرطة حماية الأملاك العمومية وحماية حتى الأشخاص حماية حتى الحراك نعم فيها ربما بعض الانزلاقات أو بعض الهفوات تكون هذه حاجة ظاهرة تكون في كل عالم نعم نعم بخصوص الانتخابات المقبلة نعود إلى موضوعنا وهو الانتخابات التشريعية المقبلة والأحزاب السياسية كيف يمكن اليوم لهذه الأحزاب السياسية التي رفقت النظام السابق والآن تريد لعب أوراقها الأخيرة ربما في الوقت بدل الضائع وإعادة يعني الاستفادة ما تبقى من الفرص كيف يمكن لهذه الأحزاب رضي الاعتبار لنفسها شوف المشكلة لها في مرمى الشعب الوعي تعالي الشعب نعم شعب واعي اليوم لا الشعب الوعي السياسي بالفعل السياسي والانتخابات نعم الشعب اللي كانوا مقبل كانوا عم بالوراق الشعب هم ماذا بهم الشعب يقعد في الحراق وهما يعود يترصدون المشهد السياسي نعم يحاولون الآن تموقع من أي شكل من الأشكال لأنهم يتموقع مع أي نظام سياسي حكم جاء هذه الطبيعة أو كاريزما نتاحهم لهذا اليوم منطلوب من الشعب الجزائري بش يمرس تغيير عن طريق الانتخابات نعم تركمة التعالي الماضي عنا تركمة كبيرة عنا متناقضات في الواقع أنا نحس بالترد بالتعشار في الانتخابات ولكن هل يكون يغيرها يغيرها الشعب يغيرها بالفعل السياسي بالانتخابات نعم كيف يمكن اليوم لهذه الأحزاب السياسية وأيضا على السلطة الحاكمة برئاسة عبد المجيد تابون والحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز جراد أنه استقطاب المواطن بش يروح لصناديق الإقتراح ما هي الضمانات اليوم باش نقولوا بأن هذه انتخابات شفافة أولا نحن ثمن الشيء اللي جاء في القانون 21-01 متعلق بنظام الانتخابات الحكومة ما عندها تعالق بالانتخابات باش نكونوا تفاهمين الحكومة ما عندها علاقة بالانتخابات كان سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات حصص لها القانون هذا صلاحية كبيرة لمراقبة وتسيير الانتخابات إلى غاية الإعلان النتائج الأول الانتخابات ثم المجلس بالسرعة ولكن أيضا الحكومة لديها دور في استغطاب الهيئة الناخبة لماذا لما يكونوا وزراء يستعملوا الخطاب الاستفزازي وزراء يستفزوا المواطن الجزائري ببعض الأولات الارتجالية هنا ربما يأثر هذه تحمل مسؤولية السلطة اللي عين الوزراء لأن الوزراء بالنسبة لي هذه وزراء تصرف أعمال موج حكومة السياسية الحكومة السياسية هي اللي تنفذ برنامج هذو رهيب إنه انفذ برنامج مؤقت نعم دوك بقات على السلطة اللي راتعين الأخوي لا بغيت نجح الانتخابات تمديش وزارة نعم وهل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات اليوم كفيلة بضمان شفافية ونزهة الانتخابات التشريعية المقبلة شوف الأليان والقانون اللي تضمنها القانون المتعلقة نعم ولكن اليوم نحن في جزائر الجديدة أستاذ تسمح لقاطاتك نريد تطبيق القانون نعم كان موجود القانون في النظام البتفليقي السابق ولكن للأسف كانت عدلة التليفون سائرة كانت هيئة متعلقة بالانتخابات ولكن تصير من طرف الحكومة للأسف يمكن سلطة وطنية للانتخابات ويترأسها قاضي نعم يترأسها قاضي لسير محمد شوف قاضي قاضي متمرس وقد يتحمل مسؤوليتات وأدى أيضا اليمين القانونية وقد يتحدث الانتخابات الرئاسية ونتائج نتائج الاستفتعال للدستور و23% تعطيك بللي كي نزه في تسير العملية نعم تسير العملية حبي تقول بلكن الرقم الاستفتاء تعالى مشروع دستور 23% أعطت نوع من الشفافية والمصداقية أعطت نوع من الشفافية والمصداقية لعمل ومصداقية السلطة المستقلة وأعطت كذلك رسالة قوية من الشعب لنظام الحكم إشارة المشكلة وره المشكلة أنا نسميها المقاطعين معروفين ولكن اتساع رقعة العزوف الانتخابي هو لشكل خطر نعم اتساع رقعة العزوف الانتخابي كنا نقوله 40% اليوم نحن في باريس 23% لانتخابة شرعية بهذا الاخر إلا نحن بغي حكومة برلمانية لأنه لأنه الدستور فيه الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية نعم ماذا يكون تقتل بالأحزاب السياسية الجديدة لأنه ما من القانون هذا اعطال المجال واسع الأحزاب الصغيرة هذه اللي كنا نسموها الأحزاب المجهرية كي نسميها نظر الحق أحزاب مجهرية بشي قسلها بيخلاج تخدم نعم رح نتكلمه لأحزاب المجهرية ولكن فيه بعض الأحزاب السياسية تحاول نشر فكرة المقاطعة ولا للانتخابات وبدأت اليوم يعني رأي تنشط في الساحة وتقول لا للانتخابات نحن مع مقاطعة الانتخابات نحن ليسنا بحاجة إلى هذه الانتخابات نحن ضد التغيير مع الانتخابات الانتخابات كان أحزاب سياسية اللي كانت موالث نظام الحكم سابق وكان أحزاب سياسية التقليدية ما عندها وعاء وطني نعم إلا عندها امتداد وطني في كل ولايات تشكل أغلبية هذه الشاب ولكنها أحزاب تقليدية عندها أقلية انتخابية في مناطق معينة ما نقدرش نقول من حقها هذه هي الديمقراطية من حقها الطالب المقاطعة نعم ونحق الشاب يشارك ولكن يا أستاذ حمليلي شف نحن المقاطعة أنها لم تجد نفعا في الانتخابات السابقة بل كانت ثغرة للتزوير ولدخول المال الفاسد وكانوا أشخاص لم ينتخبهم حتى الشعب الجزائري ولكن كانوا في قبة البرلمان كانوا هم من يقومون بالتشريع كانوا هم سببا هؤلاء البرلمانيون ليسوا غالبيتهم ولكن معظمهم كانوا في قبة البرلمان كانوا بمثابة مقطوطة في الجزء الأول من البرنامج بمثابة جوكر لتمرير مختلف القوانين ومختلف المشاريع التي كانت تمهد للنهب والسرقة بطريقة مقننة وانت قلتها بالكين ألف الدولارات يعني حتى ما حكمت محمد عجزت عن أنه تنطق ليشي في خادر عن قراءة الأرقام الأرقام شيء رهيب جدا هي لابد من القطيعة نعم القطيعة القطيعة والتوبة القطيعة القطيعة بعدها مع النظام السابق التوبة اللي بغي توبة التوبة اللي بغي مباشي توبة ولكن أبواب التوبة مفتوحة مفتوحة نحن بشارة الخطأ هذا شوف المشكلة وراه نحن نتحدث عن أشخاص هذه دولة مؤسستها لا تزول بزوار الرجال وهذا الشعب وشعبي عندها رغم جامحة من أجل التغيير وراه يوصل في الحراك نتمنى أن الحراك فقط يتخلص من هذه الشعارات المناوية للجيش الشعارات المناوية للتغيير نعم ولكن هناك بعض الأجندات التي تحاول أو بعض المندسين في الحراك الذين يوليدون تشويها حراك 22 فبراير لماذا؟ لأنه شوف الحراك الأصيل الجزائري أبهر العالم برمته بالوعي وبشفافية شوف دول تدعي الديموقراطية ولكن لم يتحقق ما تحقق في سيدة الجزائر نعم تفضل الحراك 22 فبراير 2019 هو حراك وطني أصل هي هبة شعبية هي استيقظ الضمير الجماعي للأمة الضمير الجماعي للشعب استيقظ لأنه كان نائم وكانت أقل استيقظ نتيجة ماذا؟ استيقظ نتيجة لما مجموعة معينة تتحدى الشعب وتبغي لراجل مقعد تدعوه خامس جديدة من الأجل السمرارية لا من أجل النهب والسارقة لا من أجل استمرارية منظومة فساد استمرارية ماذا؟ استمرارية منظومة فساد سياسي ومالي جيد يلا هذه استمرارية منظومة فساد وسياسي لعبثة مقاومة شعب عبثة المشكلة وراه خلقت لنا واحد الكبت نفسي وسياسي للمجتمع الشعب لا يتردد لكي يشارك في العملية السياسية أي بواد الأمل ما يشبهها وهذا هو الخطر لأننا ندخسنا ناس الذين يؤثروا في المجتمع لكي نمشوا للانتخابات مع ناش بديل من غير الانتخابات سواري أسي وشعي ومحلية الشعب ينقاطع هذين سعودون يجبون منظومة الحكم الجديد الرئيس لا يدين الرئيس يضع لك قانون وقال لك أن تذهب لها أخوة من الانتخابات نعم ولكن لن تدخلنا هذا المنظومة ولكن لذي تأسف الحاجة أخلاقيا أخلاقيا هذه الأحزاب السياسية التي كانت منظومة الحكم لا تشارك ولكن ولكن لذي كان شعب خسائر ليس من حقنا اليوم أن نقص هذه الأحزاب الأحزاب السياسية أنا لا أقول لك أنا أقول لك سياسيا من أخلاق سياسية أنها لمحاكمة كل من شارك في النظام السابق ولكن سمحني سحمل إلي اليوم إذا لمشينا بالقاعدة التي تتكلم عليها أنه كما تقول من جائل من ناحية السياسية أو سياسيا أنه الأحزاب السياسية التي كانت مرافقة للنظام السابق أنها ما تدخلش غمار الانتخاب التشريعية أزيد من ستين حزب ما لا يقصى لأنهم كامل كامل أحزاب أنا أدرع على الأقطاب السياسية بمعنى الفولورة الأحزاب نعم أنا من نجل تخون مناظرين كأن مناظر لها في حزب سياسي سواء في فليرندي أو في حزب واحد آخر أو في جبه التحرير أو لا مناظر مناظر شريف ولكن الفرصة ما خلّه لها لا يوجد ناظر سياسي ويعبر ما الذي أخذ لهم الفرصة سي حمليني ما الذي كانوا يترسل الذي كانوا في المشهد السياسي نعم من تقصد سي حمليني رؤساء الأحزاب والهيئة تلفية من هم رؤساء الأحزاب سي حمليني رؤساء الأحزاب جمال ودعباس فضل رحفة في السجن معاد بوشارب أحمد أويحيا عبد الملك سلال هذا سبحان الله العظيم والنواب البرلمان نواب البرلمان اللي فقط عمر المشتنى ببرلمان شو قانون تجري من الاستعمار قانون تجري من الاستعمار قانون تجري من الاستعمار محجوز في أدراج مكاسب من الشعب الوطني عمر هذا النواب ولا بادروا باقتراع مشروع قانون البرلمان تتحول إلى بوت بوستان يأتي قانون من الحكومة يأتي صدق عليه ولكن للأسف هذا هو الشيء للشعب الجزائري رافضوا إطلاقا ويتمنى أن لا يكون في الجمهورية الجديدة انتهى الوقت ضيفي الكريم في الجزء الأول من البرنامج مزاك متوصل معنا مشاهدنا لفاضي للجزء الأول انتهى مازلنا معكم من خلال هتلالة المتميزة فاصلوا نواصلكم معنا تحية طيبة للجميع مشاهدنا لفاضي نرحب بكل من اتحق من اللحظة عبر قناة الحياة الجزائرية متوصلون من خلال هذا البث ومن خلال هذا الإطلال ومن خلال هذا المنبر الإعلامي الهادف الذي من خلاله نحول البناء والتشهيد لا للتهديم وأيضا ننتقد الانتقاد البناء لمناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطن الجزائري وفي المشهد السياسي سعيدنا نستضيف مرة أخرى المحلل السياسي القدم من ولاية بشار الأستاذ حفليليم سعود مساء الخير من جديد مساء الخير سيدي لا بس شوية حسابا الحمد لله يلا نوصل معك ضيفي الكريم أهلا تعالى بأن الحراكة الشعبية يضيع الفرص بالبقاء بعيدا عن الانتخابات تعليقك الحراكة السياسية نعم يضيع كثير من الفرص نعم لأنها وهالشي اللي نبهنا لها قبل على خطوة أن الفرصة المتاحة أو القنوات المتاحة وهي عبر الوسائط الاجتماعية كنا نبهنا لأنه لما يكون الحراك أو المطالب السياسية خارجا عن المسار السياسي المؤسساتي سيترصد المشهد السياسي منظومة الفساد اللي كانت قبل لهذا الحراك الشعبي لا بد أن يترجم في مسار التغيير عن طريق الانتخابات نعم سيضيع فرص يعني المقاطعة والابتعاد عن الانتخابات ستكون فرصة ضائعة للحراكيين نعم نرى هي المقاطعة هي فعل سياسي هل نقدر أقول فعل سياسي ديمقراطي نعم فعل سياسي تقطع الانتخابات وكذلك شيء عادي جدا تقطع الانتخابات ما وش عاج بك الحال وتقطع الانتخابات ولكن تقطع الانتخابات في إطار ديمقراطي وما تخونش نسلها في الانتخابات ونفس الشيء ولكن لما تحمل شعارات معادية للهيئة الناخبة ومعادية لمؤسسات التي تشكل صمام الأمل للدولة هذا شيء غير ديمقراطي وغير مقبول وهذا غير مقبول أيضا تكلمنا في الجزء الثاني من البرنامج عن عزوف المواطنين عن ذهب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ألا ترى بأن أكبر مشكلة ستواجه الانتخابات التشريعية المقبلة هي العزوف نعم نعم العزوف السياسي في المحور الأول قلت لك باللي نحن نخشى من توسع رقعة العزوف الانتخابي ورقعة توسع رقعة العزوف الانتخابي هو لما جاءت في المشهد السياسي الأحزاب السياسية اللي أطرت من أجل الدستور أطرت العملية الاستفتاء الشعب زاد عزف على الانتخاب لهذا هذه كانت رسالة من الشعب إلى السلطة أيضا شوف من بين عزوف المواطنين على صراديق الاقتراع ليس فقط النظام السابق ما رسخه في ذهنية المواطن وإنما حتى الأحزاب السياسية اللي تكلمت عليها في الجزء الأول من البرنامج الوعود الكاذبة اليوم الجزائريين سايمون الوعود الكاذبة نديرو لكم ونديرو لكم وكأنه هذا المير ولا هذا البرلماني ما هوش عايش في السيدة الجزائر ما هوش عايش في هذه البلدية يا سيدي الكريم الأحزاب السياسية هي جزء من منظومة سياسية هي جزء من منظومة الحكم السياسي نعم الحكم السياسي الفاسد نعم نعم سابق لأن الأحزاب السياسية عمرها ما قد بس برنامج للشعب كانت تنفذ برنامج رئيس الجمهورية تتحملوا السلطة لهذا ونحن نشوف العبرة بالنتيجة النتيجة نشوف فسد سياسي مشاريع وهمية انغلاق سياسي هذا اللي تولد عليه حراك شعبي بالملايين في الشارع وكان الحراك اللي هو بدون عنف بدون لهذا لابد الحراك يتأثر يتأثر ويحاول أنه ما يكونش محل اختراق من أجل اختراق من أجل منظومة سياسية أقلية معروفة نعم جميل صحا اليوم رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبهون وكأن الكفة مالت إلى المجتمع المدانية هل يمكن القول اليوم سيدي الفاضل ومشاهدين الأكارم أن المجتمع المدني يقدر يعوضنا الأحزاب السياسية ويقدر أنه يصنع لنا طبقة سياسية شوف المجتمع المدني نعم لعب دور كبير ونشوفه خلال جائحة خلال جائحة في غياب حتى مساعدة هيئة الدولة المجتمع المدني بالوسائل كان في المشهد كورونا هو اللي كان في عملية تطوعية تضامنية وحتى في رمضان لهذا المجتمع المدني سياسي المجتمع المدني أعطى صورة بأنه قادر وشكولي وشكولي يأطر الانتخابات خطيرة في المشهد السياسي لأنه المجتمع المدني هو مجموعة مواطنين تطرح برنامج مدني معين في غياب هذه العملية في غياب الأحزاب السياسية اللي عندها برنامج في غياب التأثير والمصدقية المجتمع المدني لعب دوره في هذه المرحلة في الانتخابات لابد لعب دوره لأن المجتمع المدني في كل دول العالم عنده دور كبير ونحن نثمنه الشيء اللي دارها رئيس الجمهورية للمجتمع المدني المجتمع المدني العب دور في المرحلة معينة هو غدي يكون لمرحلة معينة بديل للاحزاب السياسية نعم أنا بالنسبة مانش اقسم لأحزاب السياسية ولكن الوضعية الراهنة تعطينا قراءة الوضع الواقع وشرا واقع المجتمع المدني العب دور نعم حتى أنه المجتمع المدني في الأون الأخير يتكتل سيدي الفاضل هل لا استطيع القول بأنه اليوم ميلاد لحزب جديد؟ تقصد نداء الوطن نعم نشوفها نحن أولاً نثمنه أي مبادرة نعم أي مبادرة نحن معنى نجلس إقصائيين نحن نستأجمع نحن أي مبادرة التي تحفظ على اللحمة الوطنية تحفظ على الهدوء والاستقرار وتدينها من أجل تدينها من أجل دولة المؤسسات والحق والقانون نحن نثمنها أي مبادرة ولكن نحن نحن هذه المبادرات لم تجد نفعن في النظام السابق نحن 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 نشي نحن نشي نشي مائز منه وهي التردد هي الأياد المرتعجة لا تصنع التغيير لا بد من المبادرات وخلوا الشعب اللي هو اللي يفصل خلوا الشعب يفصل نعم فقط الشعب لا يريد احترام الرأي تعمل نعم هل في اليوم إيرادة سياسية قوية نحو التغيير ونحو تجزيد مطالب الحراك ما تبقى من مطالب الحراك نعم شوف ولد تفضل هي كين إيرادة سياسية من خلال قانون الانتخابات نعم كين إيرادة سياسية من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني كين إيرادة سياسية من خلال رسائر رئيس الجمهور في من خلال ذاكرة الوطنية كين إيرادة سياسية من خلال المجتمع الأعلى للشباب نعم ولكن للتصف ولكن الإيرادة السياسية نتمنى ما تبقى الشكلية تبقى موضعية لأنه يكرر لك التردد والأياد المرتعجة لا تصنع التغيير نحن نريد أن البرلمان هذا ينتجه من إيرادة الشعب الحقيقية ومن عمق الشعب من عمق الشعب نعم ولكن هناك من يريدون أو ينتهجون سياسة خلال يريدونها بأي شكل من الأشكال اليوم إيرادة سياسية موجودة عند رئيس الجمهورية سياس عبد المجيد تبون نحو التغيير ولكن العصابة لا تزال في دولي بالحكم أستاذ هذا الشيء اللي خوفنا من أحنا كيف يمكن اليوم التخلص من هذه الشوائم التي لا تزال كنا تمنى وغل رئيس الجمهورية نعم أن هذه المنظومة البقاية نسموها بقاية لمنظومة الفسد السميس شوائب البقاية شوائب كان بقاية البقاية ما زال متوغلة في أجهزة نظام الحكم نعم للأذن نسمناه الرئيس تكون على الهامش نحن نخصوص على الهامش لفترة معينة هذه هي المرحلة الانتقالية إذا نريد التغيير نريد أن نقلعه الشوائب من طريقة ما صار التغيير يريد أن يكون فيه شفافية لهذا نسمناه الرئيس الجمهورية أن هذه الشوائب كما تسميها نسميها بقاية منذ لا تكون في المرحلة القاضية نحن نشوفه نزكت العهد الخامسة و تقول لها نترشح على أي أساس لهذا أنا نعون ذكرك أنا لا أقصي المناظرين لأن كان مناظرين في الأحزاب والتقليدية اللي عندهم إرادة ولكن البيروقراطية الحزبية ما خلاله شيئا لهذا الأحزاب التقليدية أو الأحزاب لا بد من مناظر الشرفاء داخل الأحزاب يديروا حراك سياسي داخل الأحزاب إلا بغين تغيير وبغين يطهروا هذه الأحزاب من الفساد نعم ويكون أيضا الحراك داخل المؤسسات يكون الحراك داخل الأحزاب السياسية نعم جميلة هل في رأيكم أستاذ حمليلي أن البرلمان القادم سيكون برلمان الأحرار بامتياز؟ نحن من خلال سحب الاستمارات وطنيا نقدر نقيم الوضعية أحزاب السياسية لأنه الآن القانون المتعلق بنظام الانتخابات على ما أظن في أعطى الأحزاب السياسية أعطى بصفة مرحلة انتقالية حتى الرئيس ركين إرادة أو إشارة أو رسالة بأن حتى الانتخابات المحلية ستكون خلال ثلاث شهر بعد الانتخابات وهذا ما تظنه قانون متعلق بنظام الانتخابات أشار أنه يتطبق عليه المرحلة هذه الأحكام الانتقالية أحكام الانتقالية يعطاها الأحزاب السياسية الحديثة والقديمة أنها يكون عندها 125 ألف توقيع في 23 ولاية على أن يكون منتشر في 23 ولاية وعطاها للقوائم الحرة 100 توقيع اكتب توقيع في رأيك أنت موش موضوعنا اليوم هو مناقشة العضو لتنظيم الانتخابات عفوا اليوم هل البرلمان القادم سيكون برلمان الأحرار أم القوائم الحزبية هي من ستكتسح المجالس أنا أعتقد أنها تكون فيها قائمة يكون في قوائمة أحرار نظرنا لتسهيلات لقدمها قانون الانتخابات شيء الثاني قانون الانتخابات أعطى إشارة أعطى رسالة للشعب ما هي هذه الرسالة التي أعطاها للشعب؟ أعطى رأيي المجلس الدستوري بمعنى المحكمة الدستورية ومجلس الدستوري في المادة على مقاطن 316 لا في المادة 200 يصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الانتخابات قال كل من كانت له علاقة مباشرة أو غير مشابة بالمال الفاسد أو مجموعات نعم ولكن للأسف أستاذ هل يمكن اليوم السؤال الذي يتبادر لأذهان الكثيرين من المواطنين اللي لا يتابعوا فينا عبر قناة الحياة الجزائرية يتسألون ونحن دائما ننقل ونحاول نقل أسئلة المواطن حتى المواطن البسيط ولو بسؤال بدهي لضيفنا اليوم ما يتخوف منه المواطن الجزائري أن السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات لا تستطيع فصل المال الفاسد عن السياسة لأنه ما عندناش بنوك ونحن رأينا تكلمتنا من خلال هذا البرنامج أن دراهم تأتي في الكابة تأتي في السيارة تأتي في الكار كيفية اليوم أن السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات أنها تثبط هذه العملية عملية معقدة صراحة هي عملية معقدة حتى رأيي المجلس الدول السوري أعطى إشارة لهذا الشيء ولكن لا تنعش من الحريات للترشح ولكن نرى يا أخي دوكي لكي لدينا وعي تعشعب نحن نعرف الفسد المواطن الفسد السياسي نعرف أصحاب المال والأعمال في كل ولاية كل ولاية مواطنية يعرف الفسد السياسي والمالي يعرفوا ما يأطر العهدى الخامسة يعرفوا ما يتحدى إرادة الشعب في التغيير هذا سبحان الله هذا الواقع لا دوكي لكي أنا بالأمس نقول هاني مع العهدى الخامسة هل يومين ترشح يمشي معي الشعب ما معنى هذه ما هذا حتى الشعب تواطع مع هذا الشعب عندها مسؤولية تاريخية من أجل تغيير بشيز من أجل تطهير الترشيحات من بقايا منظومة الفسد السياسي نعم ولكن حتى المواطن مسؤول أنا تشيئ أستاذ أنت كيفاش اليوم نعرفك أنا بل أنتكو تشيئات لنظام بتفليق السابق ورح تترشح اليوم وأنقول لك أنا يحيي السي حمل إليك وأنقصيك أنا أيضا أنا المتواطع هنا لكن تشيريني أنا بدر أهمك هذه الرسالة نقصيك أنا مواطن نقصي الفسد السياسي وهذه تضمنها قلو الانتخابات نعم هذا تضمنها قلو الانتخابات لهذا الشعب مسؤولية الشعب والمواطنين يهم الاقتراع نعرف القوائم أنا وكل ولاية تحصي منظمة فسد السياسي ويتم أن تكون مراقبة أيضا وتكون الليجان مراقبة مستقلة داخل مراكز الاقتراع نعم هذه كرة كان في القانون تعد تنظيم نعم ولكما يتخوفون منه الكثير وحتى الأحزاب السياسية سواء المجهرية أو الأحزاب التي تتدعي بأنها كبيرة يقول لك بالي أنه التزوير دائما في الإدارة الإدارة هي العلبة السوداء للتزوير إدارة ما رأيش في الانتخابات هم هل تخطر ما فيهش؟ لا أخي اسمع لي الحكومة ذوك ما عندها تعال قبل الانتخابات يعني السلطة الوطنية المستقلة من قبل وش كان فيه كان فيه التحضير تحضر الحكومة للانتخابات ذوك ما كان نعم ذوك سلطة وطنية مستقلة التحضير والإشراف والتسيير وإعلان النتائج الأولية هذا الدور تعالى السلطة المستقلة قانون المتعلق من الانتخابات قصص لها فصول وأبواب كبيرة وعطاها صلاحيات كبيرة جميل أنا مرتبط بسلوب النص أنا قال القانون وش فيه القانون وعطاها صلاحيات واضح واضح سي حمليلي هل اليوم تامي خلال هذا القانون الانتخابات المنظم القانون العضو لتنظيم الانتخابات وأيضا الضمانات التي أعطتها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات أنه ما يتعاوج نفس السيناريو وهو تغيير السنديق في الطريق من مراكز الإقتراع ما شهدت الجزائر هذه الأمور ما شهدت فيه في مرحلة تغيير سنديق الإقتراع تغيير الشاحنة برمتها الشعب عنده تصوير عنده كل شيء يقدر عنده كل آلية القانونية والغير قانونية الشعب يصور يشوف كل شيء لهذا مشكلة التربة ولكن في 2017 كان أيضا الضمانات عندما نغزوش السناديق بالاختراع وما نرقب الانتخابات يكون تزوير كان سلطة وطنية مستقلة أعطاها صلاحيات كان بعض النصر متخوفين يرقب السناديق نعم ولكن قانون اضطر قبل المواطن شوف سيا حمليلي التزوير بلغ ذروته في 2017 وكانت أيضا عملية التزوير وكانت المواطنين يقومون بعمل التزوير لم يكن تزوير كان شراء الذمم نعم وكان تزوير كان تغيير في سناديق الإقتراع يا أستاذ شراء الذمم هذا كان أكثر الأخطر منه الأخطر موج في المجل الشعبي الوطني حتى في المجلس مجلس الأمة مجلس الأمة هو الركن من أركان الفساد لأن المقاعد يتباعه حزب سياسي ما عنداش علاقة بحساجه ويبشيد الكارتة حزب سياسي هذا هو شراء الذمم نعم ولكن للأسف نتمنى إن شاء الله هذا السيناريو ما يتكررش طبعا في الجمهورية الجديدة نحن نستعمل أمنه بالتغيير ونثمنه أي مبادرة ونحن الهدف تعنا الأساسي والأسماء هو سيرولة الانتخاب بالتناقة عادية هو الحفاظ على الاستقرار المؤسسي بدون الحفاظ على الاستقرار المؤسسي في الدولة والذي تتبع هذا المسار وماذا يريدون يريدون انتخاب التغيير يجب عن طريق الانتخابات وليس عن طريق واحد آخر لا مفرد لا مجرد وحتى المقاطعة لتجدي لفعا لأن الانتخابات ستكون شاء أو ما شاء المقاطعة فكرة أمن بها الله يعاونها نعم أنا لا أخونا لا أخونا أي أنا أخونا إلا أن أخونا نفسها بممارسة في عرفة الذي يدعي الإنفصال هذه هي الرسالة هذا خائن بن زون حاجة أخرى نتمنى أنه إن شاء الله لا يكون عزوف في الانتخابات القادمة لا يكون عزوف هذا وعي الشعب هذا دور المجتمع المدني الدور الأحزاب السياسية إن شاء الله الأحزاب السياسية تكون داد درس إن شاء الله المورد الشرفاء في الأحزاب التي تتكلم عنها قبل يقوموا بدور تلكه ويدعو الشعب للانتخابات نريد أن الناس لديها مصداقية وعندها تأثير في المجتمع لتأثر من أجل الانتخابات نعم ولكن أيضا لكن هنا تفيد الاستثناء أستاذ حليمي وكأنك شفك تقلقت في صفحة شوية نعم لماذا؟ فقط قلقتني في بداية لا مشكلة وصلوا نقاشنا لأن الله غالب هذا هو الواقع المعاشر يجب أنه لا نكذبوش على بعضنا ونتعلموا حاجة التي هي الصراحة ونصرح الشعب هذا الواقع ليس لن نضيف أي كلام وهذا كلام يا أستاذ هذا كلام المواطن الجزائر في الشارع لدينا مواقف تاريخي والتاريخ لا يرحم أستاذ حليم حذاري نعود إلى نقطة مهمة وجوهرية جدا سكان مناطق الجنوب يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الانتخابات وهم من يرفعون في نسبة المشاركة في الانتخابات ولكن للأسف محقورين ممشين اليوم كيف يمكن لجزائر الجديدة أنه إعادة الاعتبار لهؤلاء اليوم رئيس الجمهورية سيعد مجيد تبون أعطى أولوية وأهمية كبيرة لسكان مناطق الجنوب وأيضا مناطق الظل هل اليوم الولاة رامي طبقوا في هذه التعليمات؟ تفضل شوف فتحت لي باب لإسحق ساعات و ساعات نعم شوف أولا سوف يجعلوا محاكمة وإدانة لأنظمة الحكم المتعاقبة على الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا نعم يعني اللي خلّها الاستعمار لا اسمح الجانوب هو خيانات البلد كلها الجانوب هو سبعة وستين جامعات الجزائر الجانوب هو المترو للشعب في مناطق معينة مزارة مواطنين يتكددون يذهبوا إلى المدارس لمدة ساعة أو ساعتين الجانوب هو غياب المستشفيات الجانوب هو الفلاحة شوفنا المنتجات الفلاحية خارج البترول مع خمسة وعشرين مليون دولار نظن على ما أظن أو أكثر من نيجات هذه من الجانوب لهذا أنا نتمنى وهذه نسالة أيضا للصيد الرئيس الجمهورية اليوم اليوم البرلمان لا يتجاوز خمسين مقعد نظل خمسين مقعد من أصل أربعمية وسبعة نعم كيف سيكون صوت الجنوب في البرلمان لهذا نتمنى من البرلمان القادم أو الحكومة السياسية التي تجي وهذه الرسالة التي نكررها أنها ميزانية الدولة لاستثمارات العمومية لمرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات كل جنوب خمسين في المئة من مازل الدولات كل جنوب لمرحلة انتقالية لتأهيل ماناتق الجنوب نحن نتمنى هذه ماناتق الجنوب كيف تعلق على بعض الأحزاب السياسية أو روحساء الأحزاب السياسية وبعض المشاطع السياسيين الذين يقولون بأن بشار ستكون كما مثل دبي ومثل الإمارات هذا نسجل الخيار نسمع شمع شوفي هذه خطابات وهمية في خطابة وهمية وشعبوية لا تخضب أنا كذلك لا أريد أن تكلف جنوب لأنها ربما نسجل هذا خطاب شعبوي الخطاب لم نقبلوهاش نحن الجزائر كلها بشمالها الجنوب والشارقة وغربها واحدة وموحدة فقط على سبيل الإنصاف نقول أن الجنوب تكون عنده أهمية وعندها برنامج كما نقول على المدى المتوسط والباعي من خمس سنوات ولكن كانت هذه المخططات في النظام السابق وكانت بما تسمى ب أشوف سناتك الجنوب والهضاب العليا تعرضين لنا للأسف للأسف ما نجبوش ندخله في في هذا الإطار هذا ونتكلمون لخطرنا هذا شأن سياسي كون ندخلك في قاعدة الاستثمار وقاعدة الاقتصاد في الجنوب كل خيرات وكل كل معادرها في الجنوب المياه الجوفية نعم ولكن سؤال أيضا الذي يتبادر للأذهام أستاذ حمليلي شفنا بأنه حملة انتخابية مسبقة وأيضا في جمع الأصوات اليوم رأنا نشوف فيها يتجهون إلى مناطق الجنوب لماذا في حد تعبيرك أو تحليلك؟ هذا شفنا أنه أنا كنت أقول لك خيرا لا يتحج بجمعة الحكم الراشد نشفنا في أدرار نشفنا سي بنغرينا أيضا لا لا هي ربما كان يعتها قراءات باستهزاء يقول لي المواطنين بالجنوب لا شوف الحراك الوطني الأصيل ما انطلقش من الشمال منطلق من الجنوب في ورقلا وهذا كله وقت في 2018 أنا دلت من شروع وقلت باللي الشعب المواطنون في ولاية ورقلا يحملون نعش الأحزاب السياسية إلى مثواه الأخير الحراك بدأ من الجنوب نعم الحراك بدأ من الجنوب ويجب أن تكون اهتمام أكثر بأبناء الجنوب أسي عمر نعم استقرار البلاد من الجنوب خيرات البلاد من الجنوب نجح الانتخابات من الجنوب واذا نريد أكثر من هذا الشيء الحمد لله نعم وخاصة في ظل التحديات والجنوب بالجنوب ورا الجنوب على خط المار الجنوب على الشرق تحديات كبيرة جدا تألى تحديات إقليمية جهة ليبيا عدم الاستقرار جهة المغرب دولة الحشيش لا ترى شو واقع الناس تربص بالجزائر وشوفهم نعطيك حاجة أخرى هاد العداء هاد قديمة هاد قديمة نتكلم ونقول متى يتخلص نظام المخزن من عقدة من عقدة أعداء وحدته الترابية لأننا نحن نحن في خط النار لهذا البرلمان القادم ما كاش عندنا برلمان خصنا نفعله الديبلوماسية البرلمانية نعم نفعله الديبلوماسية البرلمانية نتلعب دورها لمحاربة لهذه التحديات الإقليمية والتحديات العالمية نعم اليوم نظام المخزن يتربص بسيدة الجزائر ويحاول تمرير كميات هائلة من الحشيش إلى الجزائريين وهذا التكالب من طرف نظام المخزن وأيضا من طرف فرنسا كيف يمكن أن نواجه كل هذه التحديات أستاذ باختصار لأن الوقت دهمنا تغضل المغرب يقود حربا إعلامية وحرب حشيش بالوكالة عن فرنسا ضد الجزائر ومشيغي اليوم نعم نحن نبه هذا الشيء من قديم المغرب عندها عقدة تاريخية لماذا في هذه الفترة؟ نسمح لي عندها عقدة تاريخية من الجيش الوطني الشعبي السريجي التحريك بسبب أحداث معينة تحت 63 نعم ونعطيك هنا نعطيك هنا وكان البرنامج هذا أكثر من ذلك نعم المغرب يقوم بعملة ابتزاز حتى خلال ثورة التحرير نعم في ثلاثين ثانية إذا سمحنا المخرج فقط لماذا هذه الحرب الشنعاء والشوعاء إن صح التعبير على السيدة الجزائر في هذه الفترة الحساسة فترة الانتخابات فترة الحراك لماذا في هذا الظروف بالذات؟ يريدون التخلاط يريدون لا 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 المغرب وفرنسا يريدون الدفع بالجزائر نحو الانزلاق ما عندهمش هدف واحدة أخر لأن الاستقرار الجزائر ما يخدمهاش لأنها وحدة الشعب الجزائري والثنائية الجوهرية بين رابطة تجيش أمام ما تخدمهمش شكرا جزيلا انتهى الوقت يجبنا نحترم الوقت ضيفي الكريم كلمة أخيرة في 30 ثانية للمواطن الجزائري وإلى أيضا سكان ولاية بشار إليك الكاميرا رقم 2 تفضل نوجه تحية إلى كل مواطني مجاهدة جاهدة خلال ثورة التحرير وما زالها تعملها من الظروف القاسية التي عيشها المواطن وأيضا نوجه نداء لجميع المواطنين الجزائريين أنه يحافظوا عن نسيج المجتمع اللحمة الوطنية لأنه مع الناش بلاد واحدة أخرى إحنا إذا كنا نخاف إذا كنا نخاف من الماضي إحنا نتخاف من المستقبل شكرا جزيلا ضيفي الكريم الأستاذ مسعود حمليلي محلل سياسي جتنا من الولايات بشار وناشا جامعوي أيضا شكرا جزيلا على تلبية الدعوة نلتقي بإذن الله في فرصة أخرى شكرا على التحليل والنقاش شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا العفو أما أنتم مشاهدين الفاضل على هذه الابتسامة نفترق نتمنى إن شاء الله كنا نقصنا أو قصنا أو عالجنا النقاط التي تهم المواطن الجزائري في إخراج هذا البرنامج كان رضوما بورحلي في الهندسة الصوتية كان ياسين تليلي خلف الكاميرا أنا ميكروفونيا عمر بن نقطة نتمنى إن شاء الله بناء السيدة الجزائر بتغفر الجهود وبناء دولة مؤسسات لا دولة أشخاص لا تزولوا بزواء الرجال دمتم بخير والسلام عليكم نلتقي غدا إلى اللقاء شكرا لك سبت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة